وفي كلماتها أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال أن مصر تفخر بانتمائها الأفريقية مشاددا على أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف وتوحيد الرؤى لمواجهة مختلف القضايا والتحديات النوعية كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر بكافة مؤسساتها تولي أهمية قصوة لتعديز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لعلكم تتفقون معي أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعضة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحط معها ثمت حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعاً مواجهتها وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة انطلاقاً من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية ترجمة نانسي قنقر